شعور كعا شعور أي أم اللي هي فرحانة بالولد ديالها بالإنجاز دياله بيونسيو رانا فرحانة بزاف وكانت منها للمناء إن شاء الله تفق والله يرضي عليه والله يصوب له أتشي كنقوله دائما الله يرضي عليه والله يصوب له لأن وجود كبير ليدار على عدة مراحل قاعدت قاعد المرحلة الدراسية دياله وهو كيواضب وهو كيكد وكيجتهد باش يوصل المبدأة دياله والله ملك الحمد وهذا نفضله بي سبحانه وتعلا واللي يسندوا وعونوا وعينوا سبحانه وتعلا هي واشعافين كانوا واشغادي يحصل بيونسيو ما كنا شعافين واشغادي وصل المعدل اللي وصلوا مي الحمد لله الجهد اللي عطا طيلة السنة ها جهد اللي كان متواكب مش حتى الفترة ديال ديال بريباراسيو عادنا تكيوجد كان تقيبا توجد على إيطالي على العم كله يعني العم كله كان كيوجد بيونسيو في اليامة الخانية يعطى شوية ديال اسمي تمي الحمد لله الله ملك الحمد قوليهم صبر صبروا وكدوا واجتهدوا هادي فوصة تنيا تعطات لكم بنسبة الناس ديالإصداقية هادي فوصة تنيا خدموا عليها وان شاء الله غادي وفقكم ان شاء الله كلكم غادي وفقكم بداية اوجهتهاني لتلميذنا وابننا ايوب سعود اقول له بارك الله فيك كنت نعمة تلميذ كنت على خلق دائما مواضب الاسرة كذلك اسرة مثالية الحمد لله توجهم الله بهذه النتائج وكما قلت هذه النتيجة هي هيبة من الله سبحانه وتعالى وريضة من الله سبحانه وتعالى وهي نتيجة لتضافر جهود السادة الأساتيدة الأطور الإدارية الأسرة سيد رئيس المؤسسة الذي اشكره من هذا المنبر عبدالطيفز كموزي لان النتائج التي حصل عليها تلاميذ السنة الثانية بكالوريا لهذا الموسم ليست جديدة فقد سبق أن حصلنا على الرتبة الأولى في موسم 2016 على الصعيد الوطني وكذلك حصلت مؤسسة المانار على الرتبة الأولى على صعيد جهة مراكش اسفي في موسم 2017 وكذلك حصلنا عليها هذا الموسم 2023 من خلال تلميذ أيوب سعود والتلميذة بتسام أكسي التي وجهوا لها تهاني من هذا المنبر وهي غائب الآن هذه التلميذة حصلت على 19.37 شعبات العلوم فيزيائية هذا فخر لمؤسسة فخر للسادة الأساتذة فخر للإدارة نهنئهم جميعا وشكرا جزيلا